موسيقى 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 السلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا ربكم وكموا بخير النهاردة معنا فيديو جديد بمسلسل جديد هتمنى ان شاء الله ان هو ياجب قصة المسلسل اللي معنا بتحكي عن قصة حب مضحكها ما بين ظهرة قروية عن ضع القدرة ان هي تغلب اكوى الرجال وما بين ملك من قدر ما هو ضعيف الناس ملقبينه بالدجاجة الضعيفة الظهرة بتاعتنا او جينغفو في يوم من الايام الملك بيكرر ان هو يخرع عروسه عشان تكون ملكة على العرش وكل المرشحين للمنصب ده بيكون عندهم مميزات كتيرة جدا لكن هو بيفاجئ ان اللي تم اختيارها بتكون شخصية فوضوية كل حياتها بتلق نقط وخلاص وتضحك ما بتعملش حاجة مفيدة في حياتها نهائي فازاي ديت هتبقى ملكة جينغفنغ بيتم التخلى عنها من قبل والدها هي والدتها ومن هي صغيرة بتنشأ فزقاء صغير في القرية كانت هي والدتها بيعتمدوا على بعض فجأة الناس بتسمع ان جينغفنغ اللي هي الفوضوية اللي كل الناس بتتجنبها هتبقى هي الملكة على البلد الناس ما صدقتش الموضوع ده وقالهم دي اكيد نقطة من المسؤولين في الاصر مستحيل واحدة فوضوية زي دي تكون ملكة على العرش بس فعلا جينغفنغ بقت ملكة على العرش وبقت زوجة الملك جينغفنغ اول ما دخلت الاصر طبعا مهيش متعود على القواعد ولا الضوابط ولا الحياة الملكية اللي بتبقى بانضباط لأ كانت عاشت حياتها اول ما دخلت في فوضى وتعمل اللي هي بتعرف تعمله بس ان هي تلكي نكرة بناكتشف ان جينغفنغ بقت الملكة او عروسة الملك بخطة خبيثة من والدها اللي تخلى عنها جينغفنغ لها اخت اسمها ليوو ليوو دي في يوم من الايام بتقول لجين ان هي المفروض اللي تكون مكانها لان جين مش جاية عليها الدور ان هي تكون ملكة او مهيش قد المسئولية وان ليوو هي الاحق بالمكانة دي فطبعا جين بتزعل من الموضوع ده وكمان بتلاحظ ان الملك فيه كمان شخصيات كتيرة او نساء كتير منهم نساء من البلد ونساء اجنبيات عاوزين يكونوا مكانة وعاوزين يكونوا زوجات للملك دونغ هو يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد يعني الامبراطور او الملك حاكم سوري بس بالاسم بس لكن دونغ هو الحاكم الفعلي وهو اللي معاه خط العرش لما تلاقى تصرفات جين مهيش جاية على الاصر قال لها لازم تتعلمي دوابط الحرم الملك عشان تكوني امبراطورة بجد وهي فعلا قررت ان هي تتعلم الضوابط دونغ ده هو اللي بخطط لكل حاجة يعني عشان كده الناس سمت الملك بالدجاجة الضعيفة فان شاء الله من تابع المسلسل حنعرف جين هتقدر فعلا تكون امبراطورة بجد وهتقدر تطلع من تحت مكائد او هو خبائس اختها اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة